المشكلة كيف بدأها هي معاملة الأخ ديالي المشكلة هو أن أنا واحد لنهار قالسين بالجمعة في شهر 4 نهار بالضبط مع قلتش قالسين حتى كنتفاجئوا بأن البوليس كي جيوا صنعوا على الأب ديالي مع 12 الليل كيد ديوه كان مشيوه كيقولنا تبعوه سبعوه لنا لك أخ دياله ناسيونال دياله كانت تبعوها له وكانت تفاجئوا بمرض الأخ ديالي تماية هي وبنتها نحن ما معارفين شنا هو المشكل فكنتفاجئوا بها تماية كانت تقول لهم علش الأب ديالي هنا كيقول لي غير تحقيقات عاديين سافي خرجت على برة فكنتفاجئوا بذلك اللي كانوا سما كيهضروا مع وكيد المالك شي ساعتين وهما كيهضروا لأنها تسيدة كيقول بأنها تقول عندها شواهد رمع عندهاش وانا سيدك يقول راني زاعات وما عندها حاجة لك إذا عماليك تتبتت شي ساعتين بحل ماكك ويقول لهم سافي تلقوه الأب ديالي جاء بات معاي الجمعة بات هنا في داره الجمعة والسبت نهار الحد كتطلع هي بلايف في واحد المنبر إعلامي كتناشد وكتغوت كتناشد وكتغوت بلي الجد ديالبنتي لي هو خالي في الأصل اغتص بلي يا بنتي وانا كنطلب من المسؤولين وكتناشد بسيدنا وبستيل حموشي باش يوقفوا لها وباش يأخذوا لحق بنتها وكتقول في هذك في هذك اللايف كتقول بلي هي عندها شواهد طبية بانا بنتها داتها السبيطرة المنصور وقلبها طبيب وجوش فرمليات وبانا بنتها مغتاصبة وسلموها شهادة ومشات السبيطرة المستشفى الهاروشي وقلب لها معجور وطبيباء والفرمليات ما قلبوا لها بنتها وكعطيوها شهادة طبية اللي كتبت لها ان بنتها مفتضة لها البكارة ديالها من شهر يناير شهر واحد هذا الشيء قالتو في اللايف وغتكتبو عند محضر عند الشرطة القضائية هكا مكتوب بالخط اليد هذا الشيء اللي قلت فاللايف كيسالي اللايف كما كيسالي صحاب البرمانونس اللي تلقوا الأب ديالي نهار الجمعة هما اللي كي يجيو ديالي نهار لحد جاوا الدول الأب ديالي مشيت معاه جابوها كم صحاب تحقيقات عادية كانت تفاجأ انهم من الوحدة النهار حتى الثمانية العشية كيخرجوهم كيطلعوهم عم صحاب الاب بيجي صحاب الاب بيجي كيدخلو الأب ديالي من ثمانية العشية حتى الثمانشة الليل فكيخرجوا عندنا الأخ ديالي اللي هو الأب الضحية كيخرج كيقولي الأب ديالي رشدوه تحت الحراسة النظرية نهار الثنين كي امر وكيلة المالك بأن الدرية تدلها الخبرة الطب الشرعي حزوه الشرطة القضائية دهرت الواجب ديالها ديال الاب بيجي حزوه البنيسة ودوها دروا ليها الخبرة ديال الطب الشرعي فكتبت مع هاد الادعاءات اللي كتداعي الأم أن بنتها مرة ومغتاصبة وغتاصبها الجد وعندها شواهي طبية اللي كتبت لها أن بنتها مصد لها الباكارة ديالها وهذا الشيء مكتوب عن الشرطة القضائية نهار الجمعة فكتبت تخرج تقرير الطب الشرعيكي أن البنت بنت ومم قيوسها بنت ومم قيوسها لقديم ولا جديد ومن تبلاص أنا فرحت بزاف أنا قلت سافر الأب ديالي غادي خرج فكيتقدم الأب ديالي لغادي دياله نهار اثنين كيقلس معاهم عاوتاني في حرصة النظرية نهار ثلاث كيتقدم الأب ديالي عند الواكيل الواكيل كيرجعهم لتعميق البحث عاوتاني كتقوم الشرطة القضائية بالواجب ديالها صحاب الاب بيجي داروا الواجب ديالهم عاودوا داروا ذاك البحث ديالهم من بعد كيتقدم عاوتاني عند الواكيل من الصباح تلت سعود ونصت الليل كان كيقولي المحامي ديالي بكع يخرج ولما يخرج يخرج بكافالة نحن كنصحابوا هذه الورقة يعني مع ادعاء ديالهم أنا كتقول أنا بنتها مفصدة لها الباكارة ديالها وأنا عندها شواهيد كنصحابوا مع هذه الخبرة ديالي الطب الشرعي يعني كي أمر بها المالي الواكيل جلالة المالك الواكيل بأن البنت كتطلع بنته هذا بتصافي ادعاء يعني الابديالي لا غيخرج فكنتفاجئوا بأن الابديالي كهبط العكاشة وكيتحال إلى التحقيق كيتحال إلى التحقيق بتهمة آخرة بتهمة هاتك العرض ضد الأصول بالعنف هاتشي اللي تحقق فيه مع قاضي التحقيق فعند قاضي التحقيق مع الدرية طالعه في منابر إعلامية بعد سبب النزاع بسبب النزاع بعد ذلك هذا المرط الأخ هو واحد الولد كانت حاملا به فاذا غادي يتزاد هذا الوليد الأخ يقول له هذا الولد رجاني عليه الاتصال يقول له هذا الولد ما شخص هو حتى منابلغ هاي مشكلة تكون بناتهم يأتي عند ابقاء لاحق الزعمة بنت أخطوه هو اللي يزعم جوجه ديما قال لي ما شخص كانت قال لي الابديالي هكذا الفلوس فكوا عليكم تنظروا بالكدار مطلع هذه التحليلة وقيد الدر ونقصوا عليكم هذه المشاكل صافيح وعليكم هذه الأصداع يعني تخليل بخيطة بيد فهي كتصيفة اوديو لراجلها تقول له قسما بالله العلي العظيم وهذا الشي رتاقيد هو الولد وسألت النزاعات يعني هو فاش قيد ولده دعا راسه في المحكامة لحقاش كانش عندهم نزاعات بان رجال الاتصال دعا راسه في المحكامة على شهرين عدا قيد هذا الولد فاش قيده هادك الدري راولده سألنا منك قيده راولده يعني مبقاتش النزاعات سألنا هنا هادك الدري بينه وبينها العدالة الالهية هي اللي كتحكم بينه وبينها فكتسالي هنا القصة ولكن هادك الاوديو اللي كتصفت للأب ديالي غير عشرين يوم قبل ما تجد ديكلاري به هادك الاوديو شنو كتقول له كتقول له قسما بالله العلي العظيم هادك الاوديو هادك الاوديو هادك الاوديو هادك الاوديو هادك تكتب باليد عن الشرطة القضائية هادك الاوديو هادك تجد ديالي فمنورة الخبرة للطيب الشرعي البنت تتطلع في واحد المينبر اعلامي في نفس النهار الخبرة تخرج نهار اثنين ال�詩عب بالضرط مع عقلاش ولكن هادك اللي في الدر kiedyannyز اللي في الدرين كلش regulations sharp بالتاريخ وكلش دار الفيديو مع البنيتها على واحد المينبر الاعلامي قد تقول فيه انه جديالها هادك realize قدا تقول له ارحمني! ارحمني و مرحمهاش! مرحمهاش ! تقول له انا الكبدة ديالك! انا بنت ولدةك ذعمة عرحمني عرحمني Kristie قالت له و مرحمهاش وكذلك تقول بأنه بهاد العبارة نقولها بهاد العبارة تقول خشافي الحجر دياله من القدام تخرج لي الدم ودورني من الله وخشافي الحجر دياله تداز الدم بهاد العبارة وش هد البنت اللي ترى لها شي كامل وهو هزع لك جنوية وشد فمه ويده وحده سد عليها فمك ها؟ هد البنت هذي اللي تمارس عليها بهذه الطريقة هذي ستنضيف الصباح عادي وستشي المدرسة عادي وما يوقع التحاجة ما يوقع الكوالو هذي الدرية هذي غي ضحية ديال ام دياله هذي الدرية هذي ضحية ديال النزاعات ديال المشاكل ماشي دابة ماشي دابة ديال النزاعات هذي الدرية محفظة لان الدرية باش كتقول انا خرج لها الدم وخشاه فيها وهذا الخبرة اللي كتقول انك بنت ومم قيوساش راد الدرية ضحية هذي نزاعات العائلية دياله ما كتوقفش هنا هذي نزاعات هذي رفع الفين واثنين وعشرين كانت الدرية طالعة كتتحضر ع لمها في منبر اعلامي مع الاب ديالها كتقول بانا الام ديالي كتخن الاب ديالي وانا انا 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 صاحبها قال لها غادي نهزكوا اللوحك في طارد الزبال وبانا هذي شي اتطلع للنفسية ديالها هذي شي كان عندها سبع سنين كتتحضر طالعة كتنين هذي طالعة كتبت لها فقد تجاوبها الام ديالها في منبر اعلامي فالألفين واثنين وعشرين ما كتش تقول فيه ذاك كتقول بانا الاخ ديالي وتدعليها وانا مشاكيها وانا هي ما تتلحش بانا هيا بالصح فعلا كتجلس في اقادر شهور بالليسان ديالها بالليسان ديالها هذي شي انا مكنقول شي شي حاجة وقدمت القاضي التحقيق وقدمت القاضي التحقيق وكتقول في 2022 ما بأن الأخ ديالي كي شد عليها الجنوية وكي مارس عليها بالعون فكي حيد لها حويجها من انتياد الأخ ديالي كي مارس عليك بالعون فكي حيد لك حويجك وكي علش بقيت معاه تلدابة علش علش حتى أستاذة هذه كانت دير البنتها تنازل على الطلق اتفاقي كانت دير معاليها تنازل بغت تشوفها من الصيف للصيف العطلة الصيفية فقط نحن نحن لدينا في العام الدراسي هي بغت تشوفها من العطلة الصيفية العطلة الصيفية فقط هذه ليست بناتهم مشاكل عائلية لك تكون لا هذه بناتهم مشاكل كثيرة العشر سنين من المشاكل هذه السيدة كانت ساكنة معنا قليلا أنا أريد شيئا أنا أريد أن تأتي وتسوّلوا على هذه السيدة وماذا؟ البرنوصي كامل عارفها بالحوانات بالناس بالجيران من نهار حطت رجلها هنا وهي كانت قلس هنا شهرين وشبشي الأقادير وكتلوح بنتها هذا محضار معاينة في ألفين وعشرين في ألفين وعشرين وكان محضار أخذ دي المعاينة أن البنت معبّاها كتلوحها وكتمشي كتخليها هاما هذه البنت هذه شدينها مربيات وأنا كنتطلب من الشرطة القضائية يدروا التحقيقات ديالهم يمشيوا مع الأخ ديالي ويوريهم هذه المربيات في ساكنين ما وحدة لا يوجد مات ثلاثة لماذا تجهد الأم هذه دابا وليك تقول لك أنا ما كنلوحش بنتي وأنا هو اللي اللي قال لي يخليها أنا شدها لك احنا ما عرفنا شد السيدة شنو بغت من الأب ديالي السيدة سعدت لي على والدي بزاف الأم ديالي كاتب كيك تقول لك أنا غي نموت ومغي شوفنيش الابديالي عند دور بعو سبعين عام في عوكاشا كتطلع بلايف من بعد ما درساني من بعد ما طلعت في المنابر كتطلع بلايف كتقول بأن القانون نصفها وكتشكر القانون أنه نصفها القانون ما نصفك ما نصفني المستارة باقة طويلة يالله سألين من عند قاضي تتحقيق وتحلين الجلسات بايش كتقولي القانون نصفك حقاش الابديالي زعمه في عوكاشا المتهم بارئ حتى كتبت الإيدانة دياله وما زال غت بالحقيقة آخر كلمة هي أنا كان طلب من رئيس النيابة العامة وكان طلب من سيدنا أنه يوقف معنا وبغينا إعادة تحقيق في هذا الملف لهذا السيدة اللي كتقول هي بنفسها عندها شواهد ويا ما عندها الشواهد وجاب ده سبيطارات ويا ما عندها الشواهد تخيل معايا كتطلع بلايف كتقول باللي وآنا ما لي أمل المخزن غايكذب عليكم وأنا رأى قعشا في وراقية كتقول بحل ما هكا حاول لايف كين كتقول وأنا رأى الشرطة القضائية شافت شواهد ديالي ووكيلة المالك حطيت لي شواهد الوراق ديالي وشافهم سيدة ما عندها تشهادة طبية أنا كان طلب من سيدنا يوقف معنا مع هذا الجد اللي عنده 74 عام لما عمروا في حياته كيسوا بلاكارت فقط في الكوميسارية ما عمروا في حياته وصل وصل عند البوليس ولا وصل هذا الشيء توصلاته لي هات السيدة أنا كان طلب غير إعادة الناظر في هذا الملف ولكن المحكامة هي اللي هي اللي الله واسع الناظر أنا عندي ثقة كبيرة في القضاء لأنني وحق الله اللي عندي وحاة ثقة بأن القضاء غير مصفنة أنا كان طلب من رئيسني بالعامة أنه يطالع لي على هذا الملف فقط ديال الأب ديالي فقط وكان طلب غير صراح إلا ما كانوش ضماناس ديال الصراح ما يعطيهم شلي ما يعطيهم شلي يطالع للملف وإلا كان الأب ديالي ما عندوش ضماناس ديال الصراح ما يعطيش لي ما يعطيش لي فقط بغيتوا يطالع لي على الملف فقط أنا كان طلب حاجة وحدة من سيدنا جلالة المالك محمد السادس يشوف فين يشوف في هذه الملف ويطالع على الملف ديال الأب ديال وأنا كانت طلب من السلح حموشي يوقف معنا ويشوف في هذه الملف ويد erhö هي الملف ye الله يرحم لكم الوالدين وكانت طلب من رئيس النيابع العامة يشوف في هذه الملف ديال الأب ديال الله يرحم لكم الوالدين اللي ما شوفوا فيه دراجل دراجل مريض وعندوه بعد وسبعين عام وعندوه مرض سكان ويعطتو ويجوا قسمنا بالله ما كيشد البولة الله يرحم لكم الوالدين أنا كانت طلب من سيدنا من سيدنا يوقف معانا أنا كانت طلب من سيد الحموشي من رئيس النيابة العامة يوقف معانا ويشوف فيد الملف دي لهذا الراجل